السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مطبخ أم لطفي وصفة جديدة وفيديو جديد كما تلاحظون اليوم سوف نتقسم معكم صندويتشت والحجوة رائعين اقتصاديين ممكن نفرحوا بيوم ولداتنا اليوم إذا كنا غارجين للبحر أو مهم سوف نرى المقادر وطريقة التحضير أول شيء سوف نضيف العجين الخبيزات سوف نضيف سوف نضيف المليحة سوف نضيف معلقة السكر حبيبات معلقة القميرة الفورية سوف نضيف دافئ سوف نضيف الحليب لا يكون الحليب في التلاجة يكون حليب عادي بدرجة حرارة الغرفة لأنه لدينا المدافع سوف نضيف كما تلاحظون سوف نضيف الخبز يخمر بسرعة ويجب أن ناجح بحل ما قدرنا له المحسين سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف نضيف هاتر الخبيزة الساندويتش سوف نضيف اضيف ضعف الحجم سوف نضيف ربيع كس زيت نباتية و البيض و الثانية نضيف البيض مع العجين نضيف الكوكس نضيف الكوكس و نقوم بتسلط كوكس نستخدم القديم نجمع العناصر نضيف الكوكس نضيف الكوكس اضافة الهشاشة اضافة الرطوبة قطنيين اضافة كيسان اخرين 6 كيسان الدقيق اضافة الحليب اضافة الماء اضافة الخميرة اضافة 5 كيسان الدقيق ستجعل العجين فى ال Line اضافة 5 كيسان مجموعة 6 كيسان نضيف ملقة الزبدة نضيف زبدة بحرارة الغرفة لنضيف زبدة نضيف زبدة نضيف زبدة نضيف زبدة نضيف المنديل نرى ماند اخبار نحسب زبدة لاródيف زبدة وأخير POCO نضيف زبدة نضيف زبدة كاملة العجين نضيف زليفة داخل الفيديو نضيف زيت لا يريد أن نضيف زيت يجب أن نضيف زيت يجب أن تخمر العجين يجب أن تكون ملامسة للسلوفان يجب أن نضيف زين العجين يجب أن نضيف زيت ونضيف زيج للسلوفان نضيف زيت الضائف نضيف السلوفان نضيف زيت بلغة زيت لنضيف زيت أصدق العجين نضيف الصندوق مشكلة الزود نضيف الصندوق نضيف الصندوق لن نشغل السلطة نجد العجين انا نضيف الكرة و انا نشغل باقييت و انا نضيف و انا نشغل اي سطح في الخدمة سنتقوم باقييت و انا نضيف و انا نضيف 8 باقييتات نقطع 8 باقييتات و انا نضيف نرى الكوار نجمع كوار نكمل الكمية كاملة ونطلقها كيف نخدم الباقيطات وكيف نطيبوهم كيف ندهنوهم نصفي هنا بعد كورتهم كاملين أعطتني 8 قطعات نضيف جنجلة وصفر بيضاء نضيف القطارس نضيف القطارس ونضيف القطار نضيف جنجلة ونضيف حجينة أو خبز السندويك نضيف شفور خبز المبورجر نضيف نضيف طحين خفيفة نضيف الكويرة الزبدة نضغط عليهم قليلاً لكي يجبون مدهبين سوف نضيف محيد أخرى ونكملوا بنفس الطريقة نضغط عليهم قليلاً لكي يجبون المسطحين نستعنوا قليلاً لكي يجبون المسطحين نضيف ملتقصين نضيف المسطحين نضيف ملتقصين يجبون المسطحين نضيف ملتقصين نضيف جنجلة من الفوق نضيف واحد سكين سوف نقوم بسكين او طرنشواغ او لام او رازوار تتفي بالغرض سوف نقوم بسكين اختيار 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 نقوم بسكين اختيار نقوم بسكين نضيف حول السكين ونضيف اللحم ويبقى لكم الاختيار تفليحة تفليحة ويقومون بخطط مائلة ويقومون بخطط مائلة ويقومون بخطط مائلة ونضيف الحرار نضيف حمراء وهو طافي اظرهم في حرارة نقص بالحرارة ويقومون بخطط ممتاز تبقىوا الخبز يبقى درجة حرارة تكون عالية ويقومون بخطط مائلة يجبون قصحين من الأحسن بدرجة حرارة عالية يجبون محمرين من جميع الجوانب يجبون محمرين كاملين يجبون مدهب من التحت يجبون محتل داد يجبون المنديل يجبون عيبة ويجبون المزلي الحشوي يجبون من82 يجبل طفض المحوم هو تم اسف ثبو ثم مصبرة ونقطعهم رقي وقين بشكل اللي كتشوفو الصوم ضروري يكونوا رقي وقين لغبينا نديرهم كحشوة لذيكو الباقيتات بهاد شكل شوفو لا لاحظو رققين بزاف سوفي غنكمل هاد اللحيمات عندي وغنجيب واحد الطاوة او مقلع او الحاجة اللي كتبغيو تطيبو فيها اللي كتشحرو فيها نضيف الملح وغنجيب الملح او زويتة بلدية وغنجيب الملح وغنجيب الملح وغنجيب وغنجيب الملح ملح و هذا الشكل و هذا الشكل و هذا الشكل و هذا الشكل و يجب أن يكون بحل الطحونة يتضيف مدى طويلة فى عدد الكثير من و يجب ان يكون المنزل المكونات تشحر نبتج ، وننضيفها من هذا الطريق ومن المتقنة في قصرة لا نبحث عن حق المطلقة نضيف المطلقة ننضيف القلب الله واشكل نقطع الفلفل قطعة الفلفلات حماسة تشحر البصيلة نزيد الخضائرة من الفق نكمل الوصفة نشحر النار عالية نحن نضيف خضرات أعطور الشوارمة ماهي سيضم نضيف بالعطور اجعل كباز نشحر اضع مزيان اضع مزيان اضع مزيان الزمزة تكون الحارة هي اللي تعطينا يعني الصلصة بحل في الماراق لا يجيش ناش في السندويش بها دي كلاسو ومع فيها واحد نسيمة الحار تجيها سهلة نحن نرى نحن نرى اضع مزيان اضع مزيان خلاص في الولد اضع مزيان اضع مزيان وننظرها ونقف احدها وعيني عنها حتى توجد صندويش افضل نضيفه وقوم بسردنا. نضيفه واضافة بالفرومج. سندويتش لدينا جاهزين للأكل. هنا تلاحظوا تلك المحشوة حشوة. طابت. يا سلام. دعم. الخبيزة ديالي رابردو. دائما الخبيزة للسندويتش لا نخدمهم. هوما سخانين. هم سخانين. يذهبوا بحالة معجنين. نخطيهم ونخليهم بردو في خاطرهم. نفتح الخبزة للساندويتش قطنية سوف نعمر الحشوة الحشوة سخونة لا مشكلة ولكن الخبز يبرد لأن الخبز فتحناه وهو سخون هذا نصيحة يجي مع الجن من الداخل يبرد يشد الفورما يبقى قطني يجي لديد نتمنىكم تفهموني سوف نعمل الحشوة ونقدموهم الصحة والراحة ويلاعجبوكم لا تبخلوش علية التعليق ديالكم بلايك اوكلات صحية من الاحسن تديهم معك لوليداتك هكذا واجدين وكي تقاموا عليك حسار خاصة لا تشريهم لهم من برا لا تعرف بشي لهم وكي تبخلوهم وكي تقول لكم دائماً بصحة والراحة وإلى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة